اشتركوا في القناة ردود الافعال حول الضم توالت اسرائيليا ايضا فقالت وزيرة الخارجية الاسرائيلية السابقة سي بي ليفني في مقابلة مع شبكة سي ان ان ضموا حوالي 30% من الضفة الغربية الى اسرائيل يعني تدمير السلام في المستقبل بالاضافة الى الاضرار بمصالح اسرائيل في المنطقة واضافت ليفني ان حل الدولتين هو افضل حل لكل من الاسرائيليين والفلسطينيين وللأسف توقفت المفاوضات لتحقيق هذه الغاية اسلام ليس قاب قوسين او ادنى اما على الصعيد الامريكي فقاد سياسيون امريكيون 185 من زملائهم الديمقراطيين في مجلس النواب لتوجيه رسالة الى الحكومة الاسرائيلية يعربون فيها عن القلق بالشأن الجهود المحتملة لضم اجزاء من الاراضي الفلسطينية من جانب واحد ودعوة اسرائيل الى اعادة النظر في خطة الضم وحذر اعضاء الكونغرس من ان الضم من جانب واحد من المرجح ان يهدد من عدام الامن في الاردن مع مخاطر ثانوية خطيرة لاسرائيل ويمكن ان يخلق مشاكل خطيرة لاسرائيل مع اصدقائها الاوروبيين وشركاء اخرين حول العالم واخيرا الى جديد ردود افعال اوروبية حول سياسة الضم الاسرائيلية حيث تبنى البرلمان الفيدرالي البلجيكي في جلسة كاملة قرارا يطالب الحكومة البلجيكية بادانة اي قرار تتخذه اسرائيل بضم اراضي فلسطينية واتخاذ اجراءات معاكسة لهذا الضم المخالف للقانون الدولي وصوت لصالح هذا القرار الذي قدمته مجموعة الخضر 100 نائب من اصل 150 ولم يصوت ضده احد فيما امتنع 39 نائبا عن التصويت وطالب القرار الحكومة البلجيكية باخذ زمام المبادرة سويا مع الدول التي تشاركها مواقفها وعلى الصعيد الاوروبي لتحول دون تنفيذ اسرائيل لمخاططها وضم اجزاء من الارض الفلسطينية المحتلة كما طالب الحكومة بلعب دور قيادي على الصعيد الاوروبي لبلورة سلسلة من الاجراءات الفاعلة المناهضة للضم في حال اقدمت اسرائيل على تلك الخطوة كما شهد تعدة مدن فرنسية ابرزها العاصمة باريس مظاهرات تنديدا بالخطة الاسرائيلية لضم اراضي فلسطينية وكتب المتظاهرون عبارات مؤيدة لفلسطين واخرى مناهضة لاسرائيل من قبيل تحيا فلسطين وقاطع اسرائيل وفلسطين ستنتصر والحرية لاجل فلسطين كما طالب المحتجون المجتمع الدولي بفرض عقوبات على اسرائيل